سابقا تعلمنا how to make the future tense verb using سا or سوفا plus the present tense verb or plus الفعل المضارع جملة اليوم المعلم يعمل في المدرسة المعلم يعمل في المدرسة المعلم يعمل في المدرسة بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا جميعا صباح الخير أو مساء الخير أنا عز الدين وأنتم تشاهدون تعلم اللغة العربية مع زد كيف حالكم اليوم الخميس اليوم الخميس اليوم سوف نتحدث عن النفي كيف تفعل نغطية نغطية في العربية علينا أن نتحدث عن ما هو المدرسة التي نريد أن نغطية نغطية أو نغطية نغطية هل هي اسم أو فعل؟ وعندنا لدينا عقلات التي نضعها مريحاً لكي تفضل المدرسة إذا كانت اسم ، سوف نستخدم العقل الليسة سوف نستخدم العقلات منه ما هي مرحلة ولكن ندرسل عن النفي كيف غير مريحاً الآن نجد ان نتكلم одيوة لاجسة و ليسة إذا كان يكون لرحلة ، فهل يبدو عن المدرسة ماضي أو مضارع أو مستقبل حيث أو المدرسة أليس لمضارع نفس التقبلYE هم ممرزة في الاربك وأنا نتحدث عن طريق العقل وكيف حول هذا لنبدأ بأكام المفضل إذا لدينا لدينا أمد وراء نقول هذا ليس أحمد فنحن هو هذا ليس أحمد فقط يبطره ولكن إذا لدينا أمد معلم ومن هنا نريد أن تقول هذا ليس أحمد نريد أن أحمد ليس أعلم نقول أحمد ليس أعلم فإذا نريد أن نقول أن هذا ليس أحمد، نضع لأيسة في الأول ومعلم في الثانية فأنا نقول نعم نتحدث عن أحمد، لكن هذا أحمد ليس علم، ليس معلم فإن كما قلتنا، سوف نصح التقليل الانهجة في الأول ومن الآن نريد أن نصح التقليل لكن ما هو علم لأيسة؟ الآن سنحن نحاول أن أتعرف إذا أسألك هل هذه تفاحة؟ عن المثال الأمر في الجسر هل هذه تفاحة؟ وقالنا أن نقول أن الحالة يجب أن يبدأ بـ نعم أو لا لذلك الحالة هي لا هذه ليست تفاحة هذه موزة هذه ليست تفاحة هذه موزة الثانية هي هل هذا أرنب؟ سوف يكون هذا ليس أرنب هذا أسد هذه أق mercury وتحرية كثيرة واليواجهود هذا هو الرسالة التباية كما ترى ، كل مرورة مرورة تقلق مع مؤنث والمرورة تقلق مع مذكر لذلك ، لايس بمذكر لايس بمؤنث دعونا نتعلم أخر هنا لدينا هذه المسؤولة هل هذه مدرسة؟ أريد أن تقوم بالتعرض وإن أعطيك وإن أعطيك أعطيك لا هذه ليست مدرسة هذا بيت أو يمكننا أن تقول هذا ليس مدرسة هذا بيت هذا ليس مدرسة هذا بيت إذا قلت هذي تتخذها من الاسئة لذا تتعلم بالتعرض إذا قلت هذي تتعلم بالتعرض الآن سوف نتحدث عن فعل في فعل في فعل لدينا ثلاثة لم ولا ولن لن نتحدث عن فعل الآلة لم عند حصل تكلم pitch لا عند حصل تكلم الآلة ون لن كذلك تكلم إذا أردت أن أقول لم أتكلم في الماضي ، سأقول لم أتكلم أنا لم أتكلم ، نستخدم أ مع تكلم ، لأنه عن أعلى إذا أردت أن أفعلها في الماضي ، سأقول أنا لا أتكلم الآن الآن أنا لا أتكلم ، لكن في الحقيقة أفعل أو لا أستطيع أن أتكلم حسنًا ، في المستقبل سيكون أنا لن أتكلم ، أهلاً أنا لن أتكلم لا تتذكر أن الآن في الماضي هو الآن ، لكن هنا ليس الآن أنه ليس الآن في الماضي ، فقط كنتها هي الآن الآن ولكن أنا لم أتكلم ، إنه عن الآن ، أنا لا أتكلم ، إنه عن الآن أنا لن أتكلم ، إنه عن الآن ، هل تذكر أن تذكر أنكซك من فعل ماضي إلى فعل مضارع من الآن الآن إلى الآن الآن ، وقعد ذلك ، تغيرت أن الآن يتطلب من جده يمكنك أن تجعلها لم تقرأ أو لا تقرأ أو لن تقرأ سوف تكون محماد علي الآن لدينا هذه المؤكرة هل هذا ميكل جوردن؟ الانسر هو لا هذا ليس ميكل جوردن هذا محمد علي هل يلعب محمد علي كرة القدم؟ لا لا يلعب محمد علي كرة القدم يلعب محمد علي الملاكمة لا لا يلعب محمد علي كرة القدم يلعب محمد علي الملاكمة now I want you to concentrate in this blue colors are related to مذكر so the verb is with ya because محمد علي is مذكر masculine and so as هذا and ليس all of these blue are masculine مذكر the black la in this answer of hell it's the answer of hell and the green la it's the negative article of fail so it's related to the verb يلعب maybe you will say محمد علي is not playing right now it should be in madhi in past tense yes you are right but here I'm trying to simplify so هل هذا ميكل جوردن لا هذا ليس ميكل جوردن هذا محمد علي هل يلعب محمد علي كرة القدم لا لا يلعب محمد علي كرة القدم يلعب محمد علي الملاكمة رؤية فور مúsica so before we change the sentence من from affirmative sentence to negative sentence من جملة مثبتة إلى جملة نفي you need to understand two things first is the main word isim or fa'il and which article you will use in isim it will be depends on the pronoun in the fa'il it will be depends on the tense now أريد أن أرأيك في التعليقات أسئلة مع هل وأريد أن أرأيك الأسئلة التي قرأتها مع جملة جملة و جملة نفي جملة جملة